اليوم سأفعل فوارغ هناك ناس تقولها مصارين و هناك ناس تسميها منبار انا اشتريت الفوارغ هاي منظفوا وجهزوا ماء لها اي ريحة ابدا وبرضو راح اخسلها بمي وخل وبحط راس الفوارغ عند فتحة الحنفية وبخلي الماء تدخل بالفوارغ عشان اذا في اي وصخ فيها الماء تدفعه لبرا وبعدين بقص الفوارغ للطول اللي بديها لكيلو فوارغ راح احتاج لكوب ونصف رز مصري مخصول ومصفه ربع كيلو لحمة مفرومة نصف كوب سمنة او زيت نباتي مع الاصغيرة بهارات مشكلة مع الاصغيرة ارفة مع الاصغيرة ملح نصف مع الاصغيرة فلفل اسود ورشة جوست الطيب فيه ناس بتحب تحط فيه سنوبر فيه ناس بتحط فيه حمص حب وهذا اختياري بس تعمل اسبعين بفتح فتحة الفوارغ من فوق بأسعها وببدأ احشي بالرز وبطاط عليها عشان انزل الرز للتحت ويتوزع بشكل متساوي وما بحشيها كتير عشان ما يتفزر معي طريقة للحشوة تانية برضو سهلة وانا بحب دايما اعملها بجيب انينة مي صغيرة بقص الربع اللي فوق بدخل راسي القنينة بفتحة الفوارغ بعدين بحط الرز جوه القنينة وبستعمل معلقة خشب عشان اضغط على الرز بدخله للفوارغ بوزع بعدين بايدي بشكل متساوي وبرضو ما بحشيها كتير عشان ما تتفزر معي مي بتنجرة على النار بحط لها بصل ورق غار عيدان ارفي وحب هيل وملح ومكعب ماجي اول بتبدأ المي بالغليان بسقط الفوارغ بالمي بتركها تغلي شوي وبعدين بشيل الزفرة عن الوجه بعد ساعة ونص شلتها من المي مسحتها بزبدة حمرتها بالفرن وهيك جهزت معاي قدمت جنبها لبن المطبوخ ومرأة الفوارغ وشوية صلتها وصحتها هنا وعافية